بعد سراع مع المرض رقد على رجاء القيامة القص من رمز راغب كهن كنيسة الشهيد العظيم ماري ماركوس الرسول بمصر الجديدة بعد خدمة كهنوتية بلغت ثماني سنوات وإليكم التقرير التالي اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم في مشهد امتزج فيه الحزن بالرجاء ودع شعب كنيسة ماري ماركوس بمصر الجديدة الكاهن الشاب القص مينا رمزي يوم السبت الماضي بعد خدمة كهنوتية قصيرة لم تتعدى الثمان سنوات حيث ولد القص مينا في الثالث عشر من يناير عام سبعة وسبعين وسيم كاهنا في السابع من يونيو عام الفين وتسعة واستقبلته السماء بعد صراع مع المرض في الثامن والعشرين من اكتوبر عام الفين وسبعة عشر تقدم قداسة البابة ودروسة الثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة الماركوسية بخالص العزاء لأسرة المنتقل ولكهنة وشعب الكنيسة وأناب قداسته نيافة الأنبى موسى ونيافة الأنبى إقلمندس لتقديم العزاء الأحد الماضي كما شارك أيضا في صلاة الجناز أصحاب النيافة الأنبى بطرس والأنبى بيم والأنبى مينا مع لفيف من الأباء الكهنات والرهبان قال الأنبى موسى الأسقف العام للشباب في كلمته بصلاة الجناز على القص مينا رمزي أن الضيقة الوقتية لا تقاض بمجد لقاء الرب في فردوس النعيم نحن نتألم ولكن الحقيقة أن السماء تستقبل المنتقل بزفة كبيرة فنحن على يقين بأنه دخل إلى مساكن الفرح فنعما أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير أدخل إلى فرح سيدك فريد إدور سي تي في